السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله النهاردة هنشرح حل مشكلة اطفاء الشاشة اسناء الاستخدام في هواتف اندوري 13 او 14 على هواتف ريلمي تمام؟ يعني انت ممكن تكون بتستخدم الهاتف واسناء الاستخدام بعد 15 عشان يا كده بتلاقي ايه شاشة الهاتف بالطفل او بقت مغلقة طيب احنا عايزين نخلي الشاشة كل ماحنا بنستخدم الهاتف الشاشة تفضل ناشطة الشاشة تفضل شغالة معانا طيب كلنا احنا نعمله علشان تحلل المشكلة ديات فاندوري 13 او 14 تمام؟ اول حاجة هتلغط على الايكون المكتوب اسفلها الاعداد بالشكل ده كده بعد كده هتلغط على الشاشة بعد كده هتجى عند الاخترار اللي هو مهل اتغلق الشاشة وهتلغط عليه بالشكل ده كده بعد كده ممكن تلاقي عندك مختار لك 15 ثانية او 30 ثانية طيب لو انت عايز الشاشة تفضل مضيئة معاك طول ما انت بتستخدم الموبايل فاندوري 14 هتبدأ تشغل الاخترار اللي هو موجود بجانب استعراض الشاشة بالشكل ده كده تمام؟ بولي نوت استعراض الشاشة منع اطفاء الشاشة اذا كنت تنظر اليها وفي الحالة ديت عمر وشاشة الهاتف هتغلق طول ما انت ايه بتستخدم الهاتف طيب في حاجة برضو لو انت ما استخدمتش الهاتف لمدة دقيقة او دقيقتين وعايز الهاتف يفضل شغال معاك بتبدأ تغير مهلة غلق الشاشة وطبعا هو بيختارها لك 15 ثانية لأ انت بجو تخليها دقيقتان تمام؟ عن طريق انت بتعلم على الدقيقة اللي هي موجودة بجانب دقيقتان ديك او 5 دقيقية عن طريق انت بتعلم على الدقيقة اللي هي موجودة بجانب 5 دقيقية او دقيقة لو انت عايز الشاشة تتضل شغالها معاك لمدة دقيقة في الحالة انت بتستخدمش في الهاتف تمام؟ عن طريق انت بتقطع على الدقيقة اللي هي موجودة بجانب باكريكة واحدة بالشكل ده كده وده الطريقة اللي من خلالها هتحل مشكلة اطفاء الشاشة أثناء الاستخدام وطبعا الشرحة دو خاص بهواتف اندورايد 14 او 13 فيهواتف ريلم تمام وكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو واذا عكبك الفيديو اضغط لايك وما تنسوش لشارك فوق القناة حتى نشجعونا اللي هنعملكم في الجهة الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته